موسيقى موسيقى اليوم ان شاء الله رح نشرح المحاضرة التانية من مادة الدنتال كيريز او كيريولوجي محاضرة اليوم رح نحكي عن اتيولوجيكال فاكتورز و الدنتال كيريز خلا قبل ما نتطلق للمواضيع اللي رح نحكي عنها في المحاضرة خلينا نتعلم عن السن حلا انتو عم تاخدوا حاليا مادة الدنتال اناتومي بس عشان نفهم كل المواضيع اللي رح نحكي في المحاضرة خلينا يعني نعطيكم هكا جنرال انفورميشن عن توث اناتومي حلا السن اي سن عنا بتكون لي من كراون وروت الكراون اللي هو بنسميه التاج والروت اللي هو بنسميه الجذر تمام? هلأ هذا الكراون وهذا الروت من بره هلأ الطبقة او السن بتكون لي من 3 طبقات تكون لي من طبقة الخارجية الطبقة الوسته وطبق الداخلية الخارجية والوسطى والداخليه الطبقة الخارجية اللي بتغطي السن من الكراون شو بنسميه؟ بنسميه الأنعمل هلا طب ايش بيغطي الجذر من بره الطبقة الخارجية اللي بتغطي الجذر اسمها السمنتم داخل يعني تحت الانامر وتحت السمنتم عندي هذا اللي لونه اصفر اللي معبيلي تقريبا اغلب السن شو اسمه اسمه دنتين وجوه الدنتين عندي البلب المكان اللي فيه اللوب تبع السن اللي بيحتوي على الاعصاب والاوعية الدموية تمام اذا نعيدهم السن بتكون لي من الكراون ومن الروت التاج والجذر الكراون هو الجزء المرئي اللي احنا بنشوفه بعيوننا داخل الفم والروت اللي هو الجذر اللي هو بيكون موجود داخل اللثة وداخل العظم الكراون مغطة من الطبقة الخارجية اللي احنا بنشوفها برضه لما نطلع داخل الفم بنشوف طبقة الانامر اللي هي طبقة الخارجية اللي بتغطي الكراون اما الطبقة الخارجية اللي بتغطي الروت اسمها السمنتم حلا تحت الإنامل والسمنتم في عندي طبقة تسمى طبقة الدنتين وأخيرا في الداخل أكثر شي جوا بالسن عندي البلب اللي هو اللوب اللي بيحتوي على الأوعية الدموية زائد الأعصاب حلا السن بتكون لي من شغلتين بتكون لي من إن أورغانيك ماتيريال و أورغانيك ماتيريال طب شو يعني أورغانيك و إن أورغانيك إن أورغانيك معناها غير عضوي وأورغانيك معناها عضوي يعني في عنا أشياء عضوية زي البروتينات وغيره وفي عنا أشياء غير عضوية زي المعادن حلا الإنامل هي الطبقة الخارجية تعتبر من أصلب وأقصى الطبقات اللي موجودة عنا بتحتوي على تقريبا 96% من إن أورغانيك ماتيريال أوكي؟ والباقي أورغانيك فتخيلوا أداء الصلابة تبعتها الإن أورغانيك ماتيريال يعني إحنا عم نحكي عن كالسيوم منحكي عن فوسفيت عن معادن خوية و متصلبة بتقدر تتصلب أو تتكلس خلينا نسميها تمام؟ أما بالنسبة له هذا بالنسبة له الإنامل على الدنتين أضعف شوي من الإنامل الدنتين بتكون لي تقريبا من 70% إن أورغانيك ماتيريال يعني كالسيوم و فوسفيت وبتكون لي من 20% أورغانيك ماتيريال يعني زي البروتينز زي مثلا الكولوجين و 10% ووتر ماء إذن عنا الإنامل والدنتين هدول الطبقتين نحن نحكي عنهم السمنتم برضو يعني فيه إن أورغانيك ماتيريال عالية جدا لكن أكيد أقل من الإنامل أكثر شي قاسي عندنا الإنامل لأنه بيحتوي على 96% إن أورغانيك ماتيريال هاي أرقام مش حثث بهاي المادة لكن عشان تفهموا لو قدام شوي كيف بصير عندنا تسويس الأسلام إذن أصلب إشي وأكثر شي فيه إن أورغانيك ماتيريال هو الإنامل 96% عبارة عن معادن كالسيوم و فوسفيت و هيدروكسيل وكمان ممكن نحتوي على الفلورويد وغيرها من المعادن المكون اللي بيكون أقل صلابة هو الأورغانيك ماتيريال اللي هو بيكون بكمية أكبر بنسبة 20% داخل الدنتين إذا مين أقوى؟ الإنامل وبعدين الدنتين هاي المعلومات كلها ما كاتبتلكم إياهم هون وأكتر جزء موجود أو أكتر تشو موجود عندنا داخل السن هو الدنتين لأنه داخل بالإنام يعني تحت الإنامل وتحت السمنتم هلأ ننتقل لتسوس الأسنان الدنت الكيريز يعني تسوس الأسنان نقرأ التعريف و نعرفه كلمة كلمة It's a progressive irreversible microbial disease نمشي progressive يعني مستمر و continuous irreversible يعني لا يمكن عكسه يعني مجرد ما بلش عندي تسوس الأسنان أنا ما بقدر أعكس التفاعل يعني رح يضل في عندي نخر العلاج إني أنا أشيل التسوس مثلا أحط حشوة لكن ما بقدر أعمل إشي يوقف التسوس عن إنه يستمر ويرجع يعيد بناء السن الطبيعي فهو irreversible لا يمكن عكسه microbial يعني إحنا عم نحكي عن microbes بكتيريا وغيرها disease مرض أو damage أذى إذن it's a progressive progressive يعني continuous continuous هاي أكتب لكم يا progressive يعني continuous irreversible يعني لا يمكن عكسه microbial يعني إحنا عم نحكي عن microbes تحديدا البكتيريا هو أكتر شيء involved ب التسوس الأسنان disease of the calcified dental tissue للكلسيفايد dental tissue حكينا شعني calcified لهو متكلس يعني هو جزء السن يعني ينعملوا دنتين فعليا والsementum هدولا الكالسيفايد اللي بيحتوى على inorganic material زي الكالسيوم حكينا وزي الفوسفيت حلا characterized بتميز بماذا؟ بدي من realization of the inorganic portion والdisintegration of the organic substance of the tooth حلا احنا حكينا انه بتكون لي من organic و inorganic material طيب لما نيجي نحكي عن ال inorganic inorganic material نحكي عن كالسيوم فوسفيت فلورايد اللي هم هدولا يعتبروا ايش؟ يعتبروا معادن وش يعني mineralization؟ mineralization يعني تمعدن minerals معادن mineralization تمعدن طيب de mineralization معناها ازالة التمعدن يعني في ال inorganic portion اللي بالانامل والدنتين الجزء ال inorganic الغير العضوي نعمل بيصير فيه demonalization بنشيل المعادن منه وبيصير ضعيف وdisintegration of the organic substance of the tooth يعني حتى الجزء ال inorganic بيصير تكسير وتدمير للبروتينات والكولوجين اللي موجود فيه تمام؟ وهيك بصير عندي تسوس الاسنان ازا تسوس الاسنان عبارة عن بيأثرلي على ال inorganic وال inorganic بيأثرلي على ال inorganic عن طريق انه بيعمل demineralization بيزيل المعادن اللي موجودة داخل ال inorganic part of the tooth وdisintegration of the organic substance حتى الجزء ال inorganic بيكسر وبيدمر الروابط اللي موجودة داخل البروتينات والكولوجين داخل السن ال incidence of dental caries كيف بيصير يعني او كل قدية موجود it's the most prevalent chronic disease شعني the most prevalent chronic disease اكت هلأ كرونيك شعني كرونيك كرونيك يعني مرض لا يمكن العلاج منه يعني او يعني مستمر بيضلوا على فترات زمنية طويلة او اكتر مرض موجود عالميا world wide يعني في كل العالم بيأثر على ال inorganic او ثقل خلينا نقول it affects both sexes يعني بيأثر على الميلز والفيميلز all races كل الاعراق وشو ما كان social economic status social economic status يعني طبقة الاجتماعية and all age groups كل الاعمار الفيت شو المصير طبع dental caries تسوى سيب اسنان caries process progress through the inamal يعني بيمشي dental caries داخل الطبقة الخارجية بالاول هي ال inamal بعدين بيدخل على الدنتين بعدين بروح على الطلب اللي هو اللوب تبعي السن فبالتالي هناك بصير في عنا التهاب inflammation inflammation يعني التهاب لا اللوب وبنتشر على peri apical tissues معناها الانسجة المحيطة بالسن تمام اذا ببلش الكاريز بالانامل بانخر الانامل كامل بعدين بروح على الدنتين بعدين بروح على البلب يعني نتطلع هون ببلش الانامل هون في الانامل بظل ينخر 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 بوصل الدنتين بظل ينخر 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 لحتى يوصل للدنتال هذا الفيت والمصير طبعهم هذا نحكي عن pathogenesis of dental caries شو يعني pathogenesis mechanism of disease formation يعني كيف كيف يتكون الدنتال كيريز كيف يصير عندي التسوص بنبلش هذا تعريف كلنا pathogenesis mechanism of disease formation الدنتال كيريز يعتبر multifactorial process شو يعني multifactorial فاكتور يعني عامل ومالتي معناها العديد يعني هو process بصير بعدة عوامل عديد العوامل عندي أربعة عوامل بتأثر أو بتخلي صرفي عندي تسوص بالأسنان ومستحيل يصير عندي تسوص إلا إذا توفرت هذه الأربعة عوامل إذن هو multifactorial هاي مهمة جدا الكلمة لآخر حياتكم رح تضلكم تحكو دنتال كيريز is multifactorial حلق أسيدوجينيك ثيوري حلق حاولوا يدرسو لنا عدة نظريات كيف بصير عندنا تسوص الأسنان لحتى وصلوا لنظرية ثيوري معينة اسمها أسيدوجينيك ثيوري هاي الأسيدوجينيك ثيوري هي الأبروف دكيومنت ثيوري ذات إكسبليين ذي كيريز اسمها أسيدوجينيك ثيوري أسيدو يعني أسيدس يعني أحماض وجينيك لأنه نحن 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 بكتيريا أسيدوجينيك ثيوري دنتال ديكاي is a كيمو بكتيري التسوص هو كيمو بكتيري كيمو يعني فيها كيميكل وبكتيري يعني فيها بكتيريا هذا التفاعل تكون من مرحلتين المرحلة الأولى decalcification of enamel أو ممكن بدل decalcification نحكي demeneralization نفس الشي إزالة التمعدن إذا decalcification of enamel فبتدمر بارعه عطول الدنتين لمرحلة الأولى المرحلة الثانية بيبلش يصير في عندي dissolution يعني زي تذويب الأنسجة اللي صارت صفت حلا إحنا حكينا المعادن أو المنيرالز أو ال inorganic بيخلي السن ايش hard حلو ممتاز حلا خلينا السن hard أجت عندي الكيمو بكتيريا بروسس في عندي كيميكالز في عندي أسد لأنه اسمها acetogen theory هاي الأحماض بتبلش تذويب بطبقات السن وبتعمل decalcification بتبلش تزيل المعادن اللي موجودة عندي داخل الإنامل وبتخترق الإنامل لحتى توصل لطبقة الدنتين هيه هنا دنتين وبتخترق الدنتين وهذا هو الpreliminary stage أو primary stage اللي هي المرحلة الأولى حلا روحة المعادن اللي موجودة عنا شو ضل ضل الorganic صح في الخطوة التانية الستيج التانية إنه بصير عندي desolution وإذابة وتدمير للبروتينات اللي موجودة في الorganic part إذا بنبلش دائما أول خطوة اللي هو decalcification أو demineralization أو انامل بعدين للدنتين شلنا المعادن ضل عندي البروتين والcollagen بتدمروا بالخطوة التانية هاي الtheory بتبين لي إنه دنتال كيريز تسوس الأسنان عبارة عن complex معقد multifactorial process complex معقد multifactorial يعني عندي كثير factors وعوامل بتخلي يصرف عنا الدنتال كيريز طب شو هي هدول العوامل حكينا في عنا 4 principal contributing factors يعني أربعة عوامل أول إشي microorganism يكون عندي بكتيريا الشغل الثاني fermentable carbohydrates يكون في عنا كربوهيدرات وأكل بتقدر البكتيريا إن هي تحليله fermentable يعني يمكن تحليله وإن يكون في عندي سن 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 معرض إنه يصير علي تسوس وأخيرا السلايفا والتايم فاكتور السلايفا اللي هو اللعاب والتايم اللي هو الوقت إذن هدول الأربع عوامل جدا يعني مستحيل يصير في عندي تسوس بغياب أحدهم يعني لو ما كان في عندي بكتيريا بس كان عندي كربوهيدرات وكان في عندي تسير وكان في عندي سلايفا وتيم إذن الأسيدوجينيك ثيوري نحتاج كربوهيدرات نحتاج توث سورفس ونحتاج تاين ونحتاج مايكرو أرغانيزم هذا الأسد رح يتكون من إنه البكتيريا والمايكرو أرغانيزم أعدت تتحلل وتخمر الكربوهيدرات الموجودة عنا على سطح السن لمدة زمنية معينة فيتكون عندي بالنهاية الأسد أوك الأسد هو النتيجة والأسد هو اللي بيحلل وبيعملي لنا التسوص حلا هون إذا كان عندي أسد أو لا نحكي البكتيريا تيجي وزي ما حكينا بتحلل الكربوهيدرات فتكون عندي أسد هذا الأسد إذا أجعل إنامل بعمل دي من إذا أجعل الدنتين بعمل دي من خلصنا الاستب الأولى حكينا دي من دي من شلنا الأشياء الهارد شلنا المنيرالز والمعادن هلأ بنروح شو بنعمل بنشيل البروتينات والكولوجين الموجودين عندي فعن عندي انزايمز بكتيريا يعني بروتيوليتك بروتيو يعني بروتيين لتك محللة يعني في عندي بكتيريا محللة للبروتينات بتيجي مع الورغانيك الجزء الورغانيك اللي كل عاده بروتينات وش بتعمل تعمل هضم وبتدمر هدول البروتينات إذن الاسد أو سوري عنا البكتيريا بتحلل الكربوهيدروت بتكون عندي الاسد هلا هذا الاسد إذا حطنا مع المعادن في الانامل بعمل الاسد نفسه مع المعادن في الدنتين بضل عندي الصوف بورت اللي هو الورغانيك بورتينات شو اللي بيحل البروتينات البكتيريا المحللة البروتينات اللي اسمها بروتيو لاتك بكتيريا ووقتيها بصير في عنا ديجسشن وهضم لهدول البروتينات حلا رح نشرح عن الفاكترز أو الاتيولوجيك الفاكترز اللي بتعمل شو الوظيفة أو شو دور الكربوهايدرات في تسوّس الاسنام اول شي ال type of كاربوهايدرات شو نوع الكربوهايدرات اللي لدينا الكميكال كمبوزيشن of the diet المكونات الكيميائية ليله البيزيكال فورم يعني الشكل هل هو عصير هل هو شي صلب هل هو شي ستيكي بلزة زي العلكة زي السوس ال frequency of intake frequency يعني معدلة تكرار كل قدمنا كل من هذا الكربوهايدرات واخيرا refinement of كاربوهايدرات يعني هل هو معدل صناعيا ام لا نبدأ نبدأ type of كاربوهايدرات هل من بشكل اساسي السكر او الكربوهايدرات اللي بيتعرض لا التحليل واللي بعمل لنا تسوس الاسنان هو سكر السكروز مش كل الكربوهايدرات قادرة على انها تعمل تسوس لكن السكروز هو اكتر سكر بعمل لنا تسوس في الاسنان السكروز يعتبر di sacride di يعني عبارة عن سكر مكون من سكرين اللي هو الجلوكوز زائد الفراكتوز تمام اذا السكروز لما تيجي عندي الاسد اللي عملتها البكتيريا وتحليله بتفكك لشغلتين الجلوكوز وفراكتوز على بعدين بتيجي عندي انا تفاعلات وانزيمات بتبلش تشتغلي على الجلوكوز وبتكون لي مركب يسمى دكستران وبكتيريا تانية او انزيم تانية تيجي وبتحليلي الفراكتوز بصير في عندي اشي اسمه ليفان على انا بهمني مين فيهم بهمني الدكستران اذا نعمل الريكاب لهون حكينا الطيب الكربوهيدرات بأثر هل رح يصير عندي تسوس او لا بعض الكربوهيدرات تعمل تسوس والبقيات لا سكر السكروز بتكون لي مين سكرين اللي هما الجلوكوز والفراكتوز الجلوكوز الانزيمات بتحلله او بتعمل عليه تفاعلات بتكون لي مادة تسمى دكستران والفراكتوز مادة تسمى الليفان اللي هما عبارة عن Extrasoleular Polysechrites اللي هما بيكونوا موجودين خارج الخلية حلا الدكستران شو الصفات تبعتو هو المركب تبع للغلوكوز لا يذوب في الماء هايلي أدهيسف يعني بلتصق بقوة على سطح السن و مقاوم للتحلل تمام على الليفان Polymer of Fractose هو مركب تبع للفراكتوز H2O Zolubel يذوب في الماء لسأدهيسف قليل الالتصاق بسطح السن و رابد بروكين و لست بسرعة يتكسر و يتحلل فإحنا المشكلة عنا بإيش تحديدا سكر السكروز وتحديدا إيدكستران إيدكستران هو لا يذوب في الماء بالتصق بقوة على سطح السن ومقاوم للتحلل بالنسبة للكيميكال كومبوزيشن كاربوهيدرات كاربوهيدرات كاريوجينيس كاريوجينيس يعني قدرة هذه السكريات على عمل تسوس هيا الكاريوجينيس الأطعمة التي تحتوي على السكر تعتبر مور كيريوجينيك من فاتو سليولوز ريتش فود يعني الأطعمة التي تحتوي على السكر مور كيريوجينيك قادرة على عمل تسوس للأسنان أكثر من الدهون والسليولوز ريتش فود السكروز حكينا عنه السكروز هو أكثر سكر بعمل تسوس للأسنان دائما هو سكر السكروز حكينا السكروز يعتبر داي سكرايد يحتوي على سكرين مونو سكرايد يعني فيها سكر واحد سيمبل وليس كيريوجينيك يعني بسيط غير معقد وما بعمل تسوس زي السكروز وفيه عندي كمان اشي بنسميه بولي سكرايد بخولي يعني كثير السكريات يعني مش بس تينين زي السكروز غلوكوز وفركتوز ومش بس واحد مونو سكرايد زي اللي غلوكوز لحاله نعم احنا نحن 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 بولي سكرايد يعني فيه ثلاثة ثلاثة وأكثر هلا البولي سكرايد ستعتبر اقل اشي ممكن يعمل تسوس كيف يعمل تسوس كيف يعمل تسوس اول شي لانه الوزن الجزئي تبعهم او الجزئي تبعهم كبير وبالتالي بمنع بمنع انه يتحلل داخل طبقة البلاك رح نحكي عنها قدام شوي الشغل الثاني لانه حجمها كبير فتفاعل تحللها بيكون بطيء والشغل الاخيره الاماونت او كمية الاسدس اللي بتتكون قليلة مقارنة بالمونو والبولي سكر والديسكرايدس اوكي اذا عنا سكر السكروز يعتبر ايش؟ يعتبر دايسكرايد وهذا الديسكرايد هو اكتر سكر بعمل اللي تسوس بعدين بعد الديسكرايدس بعد السكروز عندي المونو سكرايدس اللي هم من امثل عليها الجلوكوز لحاله مثلا سيمبل بسيط والسكاريوجينيك ذان السكروز اقل اشي ذليس كاريوجينيك اقل سكر ممكن انه يعمل لنا تسوسات هو البولي سكرايدس يعني فيهم اكتر من ثلاث سكر او اكتر ليه؟ انه حجمهم الجزائي اكبر تفاعل تدميرهم وتكسيرهم ابطاء وكمية الاسدس والاحماض اللي بتكونها تعتبر اقل مقرنتا بالديسكرايد والمونو سكرايد هلا ننتقل للفيزيكال فورم الشكل تبعهم حكينا اذا كان عندي ستكي كاربويدريد زي السوس زي التوفا بلزوف الاسنان وبالتالي بلزوف الاسدس يعني حتى انت بتشوفوا وقت حتى صعب بلسانك انك انت تبعدها لا نستنى فما بالكم باللعاب لحاله اللعاب بيكون غير قادر على انه يبعدهم يعمل ووشنج لالهم ف they are more carogenic اذا استيكي استيكي كاربويدريد اذا لدتهم باللعاب تكون بطيئة ويكونوا مير كاربويدريد يعني بيعمل تسوس بشكل اكبر than liquid forms that are quickly cleared from the oral cavity يعني انك تشرب مثلا عصير فيه سكريات بسهولة ممكن ينشان من لكن الاستيكي كاربويدريد صعبة هلا عنا نوت انه استيكي شوكار ايتن at frequent intervals must be regarded as one of the most potent causes of dental caries اذا الشخص بياكل استيكي شوكارز على frequent intervals يعني بشكل دوري كثير رح يعتبر هذا الشيء من اكثر الاسباب واهمها اللي بتعمل تسوس يعني بكمية كبيرة على فترات متقاربة يعني بشكل متكرر تمام؟ هذا من اهم الاسباب اللي ممكن تعمل dental caries وتسوس الاسنان على frequency of intake كل ادي الشخص بياكل سكريات frequent intake بشكل متكرر من الوجبات between meals اكيد رح يزيد كمية السكريات اللي موجودة على الاسنان وبالتالي رح يزيد الكيريز اكتيفتي وبيزيد الكيريز اينيشياشن يعني كل ما الشخص اكل سكريات بفترات اكثر يعني افطرت واكلت سناك وبعدين اكلت كمان سناك وبعدين تغذيت بعدين سناك يعني عرضت اسنانك لسكر لمرات عديدة مرات كثيرة ومتقاربة رح يزيد كمية السكريات اللي موجودة على الاسنان وبالتالي رح يزيد الاكتيفتي ونشاط التسوص زائد رح يزيد بداية اينيشياشن يعني بدأ بداية التسوصات رح تزيد واخر صفة عن الكاربوهايدرات رح نحكي عنها اللي هي الريفاينمت اف كاربوهايدرات يعني الكاربوهايدرات المعدلة صناعيا التعديل الصناعي للكاربوهايدرات التعديل الصناعي على الكاربوهايدرات عشان نخليها لونها ابيض اكتر وطعمها احلى عشان نحسن النكهة تبعتها ونشيل الاشياء الفايبرز اللي موجودة جواها لحيزيد الكاربوهايدرات اذا احنا هاي رفاينمت اف كاربوهايدرات عشان نخليها وايتر استويتر والانكريز الكاريجينيسيتي تبعت السكريات 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 تحليل بتصوصات مقارنة بارجي فايند فييند سكر اسمه زيليتول هذا زيليتول يعتبر سكر لا يمكن انه يتحلل لكنه ما بيعمل تصوص كتير مهم نعرف انه الزليتول هو عبارة عن سكر لكن هذا السكر لا يتم تحليله ويعتبر والهني العصل هو مش ريفايند مش معدل صناعيا لكنه اذا نحكي هون ملاحظة عن شغلتين عن الزليتول وعن الهني الزليتول عبارة عن سكر لا يمكن تحليله non fermentable refined يعني معدل صناعيا لكنه ماذا ليس كاريوجينك non كاريوجينك بينما العصل non refined غير معدل صناعيا لكنه highly cariوجينك فاحنا يعني لازم نحفظهم فيش انه قاعدة معينة اي مهمة حلا خلصنا من الكربوهيدرات هلأ نحكي عن المايكرو ارغانيزمز في عنا مايكرو ارغانيزمز كائنات حية دقيقة اه لها دور كبير في انها تعمل لنا الدنتال كاريز والتسوسات بنسميهم كاريوجينك مايكرو ارغانيزمز يعني كائنات حية دقيقة تسبب تسوس الاسمان البكتيريا اللي بتعمل وبدء لتسوس الاسنان شو اسمها اسمها ستريبتوكاكاسي ميوتنز اللي بتعمل يعني خلص احنا بلشنا هلأنا خليه يستمر بالبنتين كمان مثلا اسمها لاكتوباسيلاي واللي موجودين في الجذر بنسميهم اكتينومايسيز اوكي اذا هدولة تلت انواع من البكتيريا مهم جدا نحفظهم كاريوجينك مايكرو ايجانيزمز اللي بتعمل الانيشياشن للدنتل كيريز اسمها ستريبتوكاكاسي ميوتنز او ستريبتوكاكساي هاي جمع ميوتنز البروغرشن يعني الاستمرارية بالتسوس هي اللاكتوباسيلاي واما في تسوسات الموجودة في الجذور عندنا الاكتينومايسيز شو صفات الكاريوجينك بكتيريا اول شي اسيدوجينك يعني اسيدوجينك يعني قادرة هاي البكتيريا على انها تصنع اسد احماض اسيدويوريك يعني حلق هي صنعة الاحماد تمام بس مش منطق انها تعمل احماض وتموت بسبب هاي الاحماد فهي اسيدويوريك يعني تصنع احماض وقادرة على العيش والبقاء حية في هاي الاحماد اذن their ability to survive النجاح وgrowing under acid condition اذن اسيدوجينك تصنع احماض اسيدويوريك يعني they can survive بقدر يعيشوا بهاي الاحماد they have attachment mechanisms يعني بقدروا يعمل gluing يعني يلتسقوا باسطح الاسنان ممكن تصنع لي extra cellular polysechroids يعني سكرية تكون موجودة خارج الخلية مثل dextran تذكروا حكنا عن dextran من قبل وable to synthesize وصور intra cellular polysechroids extra cellular يعني داخل extra خارج intra داخل intra cellular polysechroids زي الاميلو بكتين اوك واخر صفة انه proteolytic property اللي هي بتحلل اللي هاي انزيمات الله الله كبر بتحلل لنا البروتينات هلا extra يعني ال x اللي هون تخيلنا نحفظ هي ال dextran وال intra cellular اي ال in هي نفس اللي في الاميلو بكتين ذاك بحفظ بحفظ انا انه الا extra cellular polysechroids هو dextran وال intra cellular هو الاميلو بكتين اذا اول صفة انه اسيدجينيك تصنع احماض بتعيش في الاحماض تقدر تلتصق على سطح السن تصنع لنا سكريات خارج الخليم زي dextran مهمة جدا في تكوين البلاك تصنع لنا intra cellular polysechroids زي الاميلو بكتين و proteolytic property يعني proteo protein لتك تحليل بتقدر تحلل البروتينات ال role of dental بلاك البكتيريا اللي ما تتجمع على السن ما بتكون هيك كل واحدة عايشة بعالم لحال لازم يكون عنا اشي اسمه biofilm او بلاك اللي هو زي مجتمع صغير هايو كون بيحتوي على البكتيريا بيحتوي على السكريات بيحتوي على مكونات اخرى ما بتقدر البكتيريا تعيش غير داخل هذا البيوفلم او المجتمع هاد بعدين هاد البلاك هو اللي بعدين بيصير عنا تسوس عليه بعد بتكون جواته داخل هذا المجتمع بتكون جواته الاحماد وبتبلش demon realization with dental caries اذا مهم جدا لوجود او عمل التسوس هو ايش البلاك او البيوفيلم اللي بيحتوي على بكتيريا هاي بكتيريا اللاير او او هذا هو البلاك دينتل بلاك is important شو الاهمية تبعتها تعطي غذاء تغذية للبكتيريا اللي موجودة جواتها ادهيز افكت بين الدينتل بلاك والتسوس يعني بيصير في عنا التصاق بين البلاك و سطح السن بيزيد يعني المجتمع بيظل يكبر يكبر بيزيد حجم والمساحة البكتيريا على سطح السن يعني بيمرق مواد مواد لا سلكتف اوكي يعني اختياري وتمرير يعني افعلنا زي غشاء او غلاف يعني بيمرق مواد ومواد تانية لا اذا شو الجول تبع دنت البلاك حكينا شو تعريف حكينا انه هي بتعطي تغذية و نيوترشن للبكتيريا لجواتها عشان تصنع السن بيزيد البلك والاريا المساحة تبع البكتيريا على سطح السن واخيرا بتسمح بتمرير بعض المواد ومواد لا عن طريق غشاء عندها موجود يعني بتخلي السن يضلوا على سطح السن وبتحمي هذا الاسد انه تدخل عليه سلايفا تمام اذا في عندي غشاء هذا الغشاء بيحفظ انه الاسد يضلوا او الاحماد يضلها على سطح السن وبمنع انه تيجي عندي اللعاب ويدخل على سطح السن ويبلش يعني يعمل بفرينج او يعادل لالاحماد الموجودة على السن هلا الوظيفة تبع الحمض والاسد الاسد الاسد التخمير تحليل السكريات عن طريق ومين اللي بيحللها هي الكاريوجينيك مايكرو ايرغانيزم فهي شو الاسد او الحمض الاساسي اللي بيعمل لنا التحليل للسن هو اللاكتك اسد كتير مهم نحفظ اللاكتك اسد الاشياء اللي بالاحمر وبالبولد الاسود كتير مهمين الدكتور دائما بسأل عنهم ممكن تتكون عندي احمد ثانية زي بيوتريك أسد بايروفيك أسد فورميك أسد بروبيونيك أسد وأستيك أسد لكن الاهم هو اللاكتك أسد 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 كتير يعني احنا كيف بنقص الحموضة والقاعدية بالبي اتش والتايم هلا بالنسبة للتايم كل ما كان السن عليه بكتيري أكتر وأحماض أكتر ومعرض لعلى الأشياء أكتر كل ما زالت نسبة أنه يصير في عنا تسوس أكتر يعني المدة اللي فيها مهمة جدا لأنه إذا كانت طويلة رح يصير عندي أكتر فمور ديزولف تحليل أكتر لطبقة الإنامل تمام فبالتالي فبتكون عندي ديزولف هلا كل ما زاد عندي أنه هذا التفاعل من دي من بزيد ال نحكي كل ما كانت دي من دي أكبر طويلة أكثر رح يصير عندي مور ديزولت ينامل محلل أكتر تمام هلا وبغياب بغياب إعادة التماعضن هذا رح يصير عندي رح تشتغل عندي ويصير عندي بداية لتسوّس الأسنان كل ما تكررت أكثر يعني الفريكونسي زادت من دي من فايز هذا الاشي رح يؤدي لديارة البروغرشن الاستمرارية والكونتينيواشن تبع تسوّس الأسنان كتير مهم عندنا عامل الوقت أخيرا الهوست في الدنتل كيريز ويكون في عنا أسنان معرضة أنه يصير عليها تسوّس فستبت بلت السورفس اللي هو structure and composition المorphologic characteristics and position لحشحلكم إياهم ممكن شوي يكون صعب تمييزوا بيناتهم عشان لسنا تعرفوا أسطح السن وغيرها بعد ما تدرسوا محاضرات الدنتل الاناتومي تكونوا تأكدتوا يعني inter-proximal area وغيره رح ترجع لهون لهذه الجزئية ورح تكونوا فاحمينها أكثر إن شاء الله structure والcomposition حكينا أنه الانامل يكون مقاوم أكثر للتسوّس ليه لأنه 96% من الانامل عبارة عن منرل سمعادن فمقاوم أكثر tends to accumulate greater quantities of fluoride zinc lead iron than the underlying انامل يعني surface انامل طبقة الانامل الخارجية تحديدا يعني اللي نحن نشوفها حرفيا بتحتوي علىه كميات أكبر من fluoride من zinc من lead من iron فهذا الاشي يعطيها مقاومة أكثر وأخيرا it contains less water and less organic material فيها أقل مياه وأقل organic portion than الانامل اللي تحت يعني ما هو طبقة حتى طبقة الانامل إذا تتذكروا بهاي الصورة في عنا هون عند surface وفي عنا لجول عند الدنتين فهي الطبقة بتكون مقاومة أكثر للتسوس than اللي أقرب للدنتين هلأ إذا كان في هاي نوت يعني إضافية إنامل hyperplasia وإنامل hypercalcification هو دول عبارة عن أمراض وأنه بيكون فيها كمية المعادن موجودة في السن في الإنامل أقل من الطبيعي فهذا الإشي بما أنه كمية المعادن أقل فرحيكون rate of dental caries إيش أعلى أكيد تمام rate of progression استمرارية تسوس الأسنان أكثر من الأسنان اللي بيكونوا calcified بشكل طبيعي but not the initiation of caries يعني rate of progression استمرارية التسوس أعلى بس مش إنه كبداية التسوس المورفولوجي characteristics يعني الصفات الشكلية الجغرافية مثلا التسوسات اللي بتتكون على الأكلوز الفشورز هذا السطح العلوي من السن سميه occlusal surface وفشر اللي هو زي الخندق اللي بيكون جوه فمناطق صعب الوصول إليها فبتكون التسوسات فيها أكثر أو باكل و lingual pits أو in contact areas contact area اللي هي المنطقة اللي بين منطقة التقاء السنان أو أو في lingual وباكل convexities رح تاخذوا هدول البورتس أكتر في محاضرة dental الاناتومي بعد أن نجع هون رح تعرفوا تحفظوهم أكتر بس هي ليش الفكرة مش معنى هدول الأشكال بيصير فيهم تسوس أكتر هي مناطق stagnation أو retention يعني مناطق تجمع أكل حرفيا يعني هون بين السنين كتير أوقات كلنا جربنا بعلق أكل فيهم أكتر مثلا من السطح العلوي على السن فهي مناطق تجميع أكل فبيخلي السن معرض أكتر إنه يصير عليه تسوس إذا إحنا ما نظفنا منيح زائد الـ position الأسنان والفكة اللي بيكون crowded يعني فيه الأسنان دخلة فوق بعض ومال aligned مش مرتب الأسنان مش مصفوفة بالشكل الصحيح رح يخلي إنه فرصة إنه يصير تجمع للأكل بين الأسنان أكثر ونسبة حدوث السوسات أكثر يصير في عندي retention يعني رح يلزق عندي ورح يعلق عندي البلاك والأكل ويصير فيه more susceptible to caries معرض أكثر إنه يصير عندنا dental caries على الفلورايد مادة الفلورايد من أهم المواد اللي نستخدمها في حماية الأسنان من التسوسات الفلورايد هذا كاريو static effect يعني هو ما بيقتل البكتيريا لكن بيوقف عملها static ثابت بيوقف عملها فبالتالي كل ما زدنا إحنا كمية للفلورايد اللي عندنا في الأسنان كل ما كانت أسناننا مقاومة أكثر للتسوسات the increase في الكنتنت طبعاً الفلورايد increases the resistance للدنت بالتسوسات بديد المقاومة لتسوس الأسنان على إحنا من مين بنحصل على الفلورايد ممكن نحصل على الفلورايد من الماء الماء تبعتنا فيها فلورايد بنسبة 1 ppm المشروبات زي الشاي الأكل زي الأكل البحري أو حتى لما إحنا نفرشي أسناننا بيكون فيه معجون أسنان داخل معجون الأسنان بيكون فيه جواته فلورايد أو حتى ممكن نحصل دكتور الأسنان وهو الدكتور نفسه يحط لنا فلورايد على أسناننا الفلورايد بيكون موجود داخل أسناننا لما تتكون يعني وإحنا جنين وبيكون الكنسنترات تبعه التركيز قليل مع الزيادة في العمر بعد ما إحنا نكبر ونصير مثلا نشرب ماء فيها فلورايد نفرش أسناننا معجون فيها فلورايد هذا التركيز بزيد تحديدا في الطبقة الخارجية لأنه هي أكثر طبقة معرضة لمعجون الأسنان مثلا ممادة الفلورايد حلا لما يكون بس في عنا مشكلة كل شيء زيعته عن حده بيعمل لنا مشاكل إذا زاد الفلورايد عن 1 ppm داخل المي ممكن يعمل لنا مرض اسمه فلوروسز رح تصير أسناننا هي كم نقطة هدو فلوروسز اسمهم فلازم نستخدم الفلورايد بالتركيز الموصى بها فقط وما نزيد لأنه بصير في عنا مشاكل حلا كيف يشتغل عندي الفلورايد بيزيد resistance لا D-mineralization بيزيد remineralization وبمنع تكون أو النمو تبع البكتيريا إذن مش إحنا حكينا بالD mineralization بتطلع عندي المعادن من السن يعني أنا هي في عندي سن معلش أنا رسمي سيئ في معادن في الإنامل صار D-mineralization كل هاي المعادن إيش النسبة كبيرة منها طلع بره أوكي اللي هو عبارة عن كالسيوم وفوسفيت هلا في ال لما يصير عندي remineralization اللي هي إعادة التمعدن وإذا كان عندي داخل الأورال كافتي داخل الفم موجود الفلورايد بروح الفلورايد بصبق الكالسيوم وبدخل هو على السن نغير اللون إلا إشاء أوضع بصبق الكالسيوم وبدخل هو على السن وهيك بيقوي السن يعني والفلورايد يعتبر مقاوم لإزالة التمعدن أكثر من الكالسيوم فبالتالي زدنا إحنا ال-resistance ل-D-mineralization إذن الفلورايد replaces the hydroxy group ال-hydroxy group اللي في ال-hydroxy appetite ال-hydroxy appetite اللي هو الكالسيوم وفوصفيت فورمينج فلورايد فبدل ما يكون عندنا اسمها hydroxy appetite المعادن اللي موجودة بدل ما نحكي كالسيوم وفوصفيت وهيك منحكي hydroxy appetite فبدل ما يكون عندي hydroxy appetite بيجي الفلورايد بدخل حالة بصير عندنا فلورا بتايت مقاوم أكتر للأسد تمام هاي هي الأول الشغلة الثانية اللي هي enhancement of re-mineralization process في الكاريو اس لجن لما يكون في عندنا احنا فلورايد هذا الاشي بيخلي الـ re-mineralization أسرع واخيرا inhibition of bacterial growth الفلورايد بمنع نمو البكتيريا inhibits تمنع bacterial enzymes يعني بتثبت عمل وبتمنع الإنزيمات اللي موجودة داخل البكتيريا وبتمنع نشاطها وبالتالي بيقلل عندي تسوس الأسنان وآخر شي عنا السلايفا وهو اللعاب اللعاب كتير مهم بموضوع تسوس الأسنان quantity الكمية تبعت اللعاب composition البياتش بيسكاسي بوفرينج اكشن وانتي باكتيريا الفكت الكمية كمية اللعاب الغدد اللعابية عنا بيكون حجمها صغير اي بليجا او في عنا اشي اسمو زيروسطوميا نشافان في الفم لما ما يكون في لعاب رح يزيد التسوس بينما الناس اللعب عندهم سيالورية يعني زيادة إفراز اللعاب هيكون عندهم مكونات اللعاب إذا كان عندنا كالسيوم فلورايد فصفايد فبالتالي بيزيد الري ميناريزيش عندي فهي وسيلة وقاية وحماية للعاب يعني اللعاب بيعملها عشان يمنع تسوس الأسنان البي اتش الهيروجين ايون يعني حكينا كلما كان البي اتش اقل حمضي اكتر يعني في عندي الأحماض رح تشتغل ورح تسير في عندي تسوس فالبي اتش بعمل او السلايفا شو بتعمل السلايفا البي اتش تبعتها سبعة تقريبا فهي او سبعة فاصل اثنين يعني نيوترل متعادلة فهي بتعادل الأحماض اللي كونت ليها البكتيديا فبكون عندي لو بي اتش فبيزيد بصرف بكون عندي نورمال بي اتش وبيقل الديم اما في حال كان في عندي احماض فرح يكون في عندي لو بي اتش فرح يزيد عندي الديم من البي اتش اللي هي زي المعادل انه بنعادل الحمضية تبعت التسوصات تبعت البكتيريا تبعت الأحماض اذا البي كاربونايت اللي موجودة عندي داخل اللعاب والفوسفيت بي عادل الحمضية تبعت الأحماض اللي كونت ليها البكتيريا تمام فإذا كل ما زادت عندي هاي البفرين كباسيتي شو بصير عندي بيزيد السليفري والتالي بيقل عندي التسوص الانتي باكتيريا يعني زي ما حكينا انه السلايفا بتمنع البكتيريا لغروف فتحتوي كمان على مركبات مناعية زي الامينوغلوبيل اي و جي و ام وكمان امينوغلوجيك الكمبوننس امور غير مناعية زي انزيمات بتساعد برضه على حماية الاسناعة من التسوص زي لايزوزايم لاكتوفرين بيروكسيديز سيستم و برضه عندها دايريكت انتيبكتيريا اكشن في البلاك بكتيريا اذا كل هاي وظائف السلايفا و اهميتها في الوقاية من التسوص الاسنان ان شاء الله انه كل اشي يكون واضح و اذا عندكم اي سؤال بعطولي يطيكم الف عافية بالتوفيق اشتركوا في القناة